رعى سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية افتتاح الندوة الدولية السابعة للمعهد تحت عنوان الإنسانية في زمن السلم وفي زمن الحرب وقد أكد سموه في كلمته أن المعنى الحقيقي للحوار بين أتباع الأديان يتمثلوا بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مشددا على أهمية الحديث عن الثقافات المشرقية كحاضنة للحضارات تختزن في مضامينها روح الإشراق ووحدة الضمير الإنساني والقيم البشرية الجامعة وعلى فتا سموه إلى ضرورة أن تصبح الكرامة الإنسانية مرشدا للسياسات واحترام هوية الآخر من جانبه شدد بطرياركو الكنيسة الكلدانية الكاردنال لويس روفي إلساكو على ضرورة تنشئة الأفراد على الرسالة السامية من خلال التعليم والمساجد والكنائس وورشات العمل والإعلام ومن جهته أشار السفير البابوي في الأردن المطران جوفاني دالتوزو إلى ضرورة إشراك المجتمعات في الحوار بين أتباع الأديان من أجل تطوير مفهوم الثقافة المشتركة وتعزيز احترام القانون الدولي والإنساني والدفاع عن كرامة الإنسان وحرية المعتقد